وصل إلينا منذ قليل على مستوى تشكيل الأهلي المتوقع أن يكون كالتالي مع مفاضلة حول ثلاثة لعبين كان كل لعب فيهم أنت ولا زميلك؟ تعالوا نشوف ما وصل إليه ريكاردو سوارش في تشكيل متوقع وصل إلينا أن يكون في حراسة المرمى محمد الشناوي أو كما يسميه الأهلي سوبر شنو حراسة المرمى قدامه خط الدفاع محمد عبد المنع مباسر إبراهيم اللي كان فيه مفاضلة ما بينه ما بين أيمن أشرف على اليسار علي معلول على اليمين كريم فؤاد اللي كان فيه مفاضلة بينه وبين محمد هاني خط الوسط حمدي فتحي وأفشة وعمر السلية وفي المقدمة أحمد عبدالقادر مرة تانية ناحية اليمين حسام حزم في المقدمة صلاح محسن وكان فيه مفاضلة بينه وبين محمد شريف طيب ده فيما يخص مباراة القمة غدا بإذن الله عندنا بقى كلام تاني يخص أمر آخر مصر ممثلة بمنتخب مصر ومحمد صلاح ومحمد الشناوي على مستوى جوائز الأفضل في إفريقيا غدا في المغرب بتقام الحفل وفي نفس صافرة انطلاق مباراة الأهلي والزمالك البولندية هناك في المغرب على المستوى الإفريقي يتنفس اللاعبون على مستوى جوائز الأفضل محمد صلاح بينافس ساديو ماني بينافس إدوارد مندي السنجالي الآخر على لقب الأفضل ساديو ماني كان آخر المتواجين بهذه الجائزة قبل إيقافها بسبب الكوفيد ناينتين محمد صلاح توجى بها مرتين سابقتين تنافس على مستوى الأرقام لكن بكل تأكيد الأرقام بتشير إلى أن محمد صلاح يستحق هذه الجائزة لكن بتصويت الصحفيين والنجوم والمدربين واللاعبين قائد الفرق المختلفة هنشوف إلى من ستذهب الجائزة الغالية هل للسنجالي المهاجم للسنجالي حارس المرمى أم للملك المصري محمد صلاح استعرض أرقام ملكنا المصري محمد صلاح هذا الموسم اللي أكيد بترجح كفته بإذن الله لقنص الجائزة الثالثة في تاريخها على مستوى القاري محمد صلاح في الموسم المنقضي من الدور الإنجليزي توجب جائزة هداف البطولة ده غير النجحات جائزة أفضل لاعب في الدور الإنجليزي بالتصويت المختلف بسبب أنه شارك في 51 مباراة في كل البطولات في السنة المنقضية سجل فيها 31 هدفا صنع 16 آخرين توجب كأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي وصل نهائي دوري أبطال أوروبا وهو هداف الدور الإنجليزي ب23 هدفا هو أفضل ممرر في الدور الإنجليزي كصنع أهداف 13 هدفا لعب الموسم في ليبر بول لعب العام من اتحاد رابطة الكتاب الإنجليز أفضل لعب في البريمير ليج من رابطة المحترفين بتصويت الجماهير لعب العام في إنجلترا من رابطة اللاعبين المحترفين وتوجب جائزة أفضل هدف الدور الإنجليزي أمام المتوج في النهاية من شاستر سيتي بينافسه بكل تأكيد ساديو مانيه اللي شارك في 51 مباراة بكل البطولات سجل 21 صنع 5 توجب زي صلاح أكيد بكارباو وكأس الاتحاد الإنجليزي ورح نهاي دوري أبطال أوروبا لكن ما يزيد على الناحية الخاصة بالمنتخب إنه تأهل مع منتخب السنجال لكأس العالم على حساب منتخبنا بضربات الترجيح وتوجب أمم إفريقيا على حساب منتخبنا بضربات الترجيح كما حصد جائزة أفضل لعب في كأس أمم إفريقيا إدوارد مندي على جانب آخر مع تشيلسيد شارك في 49 مباراة استقبل 40 هدفا حقق 23 كلين شيت خسر نهائي كأس كارباو وكأس الاتحاد الإنجليزي من ليبر بول تأهل مع سنجال لكأس العالم وتوجب أمم إفريقيا وحصد جائزة أفضل حارس في كأس أمم إفريقيا على الناحية الرقمية يعني المنافسة شارثة على الناحية الفردية الفردية بكل تأكيد أراها إن هي يستحقها محمد صلاح لكن بحسابات بقى المنتخب عملي والقارة الإفريقية باعتبارها جائزة إفريقية مين اللي يستحق؟ هنشوف الصحفيين والنجوم رشحوا أمان كل التوفيق اللي نجمينا محمد صلاح في النهاية محمد صلاح بنتكلم يستحق جائزة أفضل حارس في العالم ولا لا فبشكل منطقي يستحق هذه الجائزة على مستوى المحليين داخل القارة فمحمد الشناوي ينافس زميله في الأهلي أليو ديانج وأشرف داري لاعب الوداد وعلى مستوى المنتخبات فمنتخب مصر ينافس السنجال والكاميرون فكل التوفيق إن شاء الله كمان لمحمد الشناوي لقنص هذه الجائزة